بالنسبة لأستاذ محمد فعايز تفسير قول الله تعالى وقضينا اللي في صورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا وعليكم هنا الخطاب لمن لبني إسرائيل عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ده سياق الآيات اللي حضرك بتسأل عنه هو إحنا في وعد الأولى ولا في وعد التانية الحقيقة إن إفساد بني إسرائيل سيقع مرتين وكتب التفسير تقريبا كلها بتقول إن المرة الأولى دي حدثت على تفصيل بقى وتوصيف إيه المرة الأولى دي شكلها إيه ونفرد لها في حلقة الرد على الأسئلة في أي وقت عشان يبقى فيها بحث مستوفى لكل الآراء والمرة التانية هي وعد الله تعالى والتي ستقع بإذن الله تعالى كما يريد ربنا ونسأله سبحانه وتعالى النصر والتأييد فكل حاجة موجودة مثبتة في القرآن الكريم والعجيبة إن القرآن كما يخاطب المؤمنين ويخاطب العالمين بيخاطب بني إسرائيل فالكلام موجه ليهم وهم فهمين كويس أوي هذه الرسائل الربانية